هذا وأكد مدبولي أن الاحتياطية الاستراتيجية للسلع التموينية آمن والمخزون من القمح يصل لأكثر من سبعة أشهر وأوضح مدبولي أن هناك ما يقرب من خمسة ملايين أسرى ستحصل على دعم نقدية مما يقارب ربع الشعب المصرية بالنسبة للاحتياط الاستراتيجي للسلع الغذائية أنا بتابع تقريباً لأبالغ أن أنا بتابع بصورة يومية مع معالي وزير التموين والحمد لله يعني الأرقام كلها مطمئنة وعايز أقول لحضراتكم يعني إحنا لما طلعنا بالبرنامج بالحزمة الجديدة دي أن أنا حدي 100 جنيه زيادة على البطاقة ممكن يتبادر لأزهنكو طب ما هو ده معناها أنك حتدي يعني حيبقى فيه استهلاك أكتر لهذه السلع وبالتالي حياكل من رصيد لأ أنا بطمئن حضراتكم الحمد لله ما عندناش أي تأثير لهذا الموضوع على الاحتياطي بتاعنا ويمكن إحنا كنا قلنا يعني الحمد لله الأمح لوحده إحنا وصلنا أكتر من سبع أشهر دلوقتي كاحتياطي أنا بأكد على هذا الموضوع وإحنا قاعدين مع بعض بقية السلع الرئيسية كلها في النطاقات الآمنة اللي هي دايماً كان توجيه في خامة الرئيس أنها تبقى في حدود الستة أشهر فإحنا الحمد لله الأمور دي مستقرة ولن تتأثر حتى بالحزمة الإضافية لمن هذا الموضوع